يعني لسه الصدمة مكملة يعني أقدر أقول الصدمة نفسياً عندنا كلنا الحقيقة عندنا حالة إنكار ومحدش قادر يستوعب اللي حصل في يوم طويل بالنسبة لنا كلنا مبارح محدش قادر يستوعب إنه فيه بنت زي الأمر عمرها 21 سنة اتدبحت في قلب الشارع في عزة طهر لمجرد إنها قالت لزميلها إن أنا مش عايزة تجوزك وعملت له بلوك على سوشيل ميديا لسه محدش قادر يستوعب إنه اليوم مبارح رغم كل دمويته وحزنه وواجعه انتهى بقى بحادث انتحار لشاب صحيح يعني أقدر أقول إنه كل دي حوادث موجعة ومتعبة صحيح لازم نتصدم طبعاً ولازم إن إحنا طبيعي إن إحنا نتخض بس من الصحيح خالص إن إحنا نسيب نفسنا نوع في فخ في فخ الارتباك والسريخ والتخويف تمام؟ لأنه يا جماعة كل أشرار الدنيا دلوقتي جوه وبرا هدفهم ده استخدام كل المواجع بتاعتنا كل مواجعنا الإنسانية عشان إنهم يعني يهددوا بيها المجتمع ده ويخوفوه ويحاولوا إن هما يهدوا كمان بالمر هتلاقي ده في نغمة ماشية بقالها الحقيقة ساعات بتتكلم عن المجتمع اللي نهار عن مصر اللي ضاعت وهتلاقي بقى أنا بسميهم تجار الوهم شغالين بسطات مقالات فيديوهات عن آخر الزمان وعلامات يوم القيامة وخلاص إحنا عايشين في زمن الدم والأكل بس هنا أنا بقول إنه لازم واقفة لإنه إحنا مهمتنا وهدفنا أو أنا مهمتي وهدفي في هذا البرنامج ده هو الوعي وإنت حر بقى لازم واقفة تأمل واقفة تفكير شغل دماغك دايما أولا ما ينفعش إن إحنا ندفن راسنا في الرمل ولازم نفهم ونحلل الحادثة اللي حصلت ونعرف الأسباب وإزاي نعالج ده لإنه الحقيقة اللي حصل مبارح هو بكل المعايير هو جريمة بشعة لكن كمان الأبشع من الجريمة كانت ردود الفعل اللي شفناها على السوشيال ميديا موت يا جماعة سفالة يا جماعة قلة أدب اللي شفناها على السوشيال ميديا والممارسات اللي عملتها بعض المواقع والصحف الإلكترونية اللي أنا شايفاه في اللي حصل ده ده اسمه خطر حقيقي شوفوا احنا قدام جريمة كارثية الضحية فيها بنت عندها 21 سنة والجاني في نفس سنها وعمرها وزميل دراسة ومن نفس منطقتها من نفس بلدها لكن اللي أكتر بشعة بقى من ده من الجريمة نفسها هي ردود الفعل اللي كتبها بعض الناس على السوشيال ميديا ناس الحقيقة بمنتهى يعني القزارة خاضت في عرض الفتاة واتهمتها بما ليس فيها مفيش احترام للميت أبدا أبدا وناس قالت كلام من نوعية أصلها مش محجبة أنت مالك يا سامجة يا دخيلة شوفوا لبسها أنا قريت التعليقات دي مالوا لبسها مالبنت زي الفل وقفة إيه مالوا لبسها أكيد خانته أعوذوا بالله اشعر رفك إن كان فيه فيه حاجة وهي خانته كان اختصابها أحسن اخص إيه القرف ده إيه الوقاحة دي إيه الوقاحة دي فيه حد في الدنيا يقول كان اختصابها أحسن أنا بصه بحاول أهدي توني لأنه أنا النهاردة الحقيقة الموضوع ده بيستفزني جدا ويخرجني عن شعوري وبيتعبني فأنا إيه بحاول أهدى طيب كل اللي أنا قلته ده يا جماعة هو الخطر الحقيقي هو ده الخطر كل ده هو اللي محتاج تحليل وحلول ودراسة فورية الجريمة خطيرة آه خطيرة بشعة جدا إحنا كلنا مدبوحين إحنا كلنا مدبوحين إحنا كلنا الشعب المصري يا جماعة إحنا طيبين وعندنا قلوب حلوة وعندنا مشاعر وولاد بلد لو في عينات زي الأمثال اللي شفناها دي دي ما تعنيش عند الشعب المصري كده لا تعبوش نفسكو إحنا إحنا من أجمل الشعوب قلوبا فكلنا الشعب المصري مبارح الشارع المصري كان منطفد الناس كانت حزينة لبشعة الجريمة بس الجرائم اللي بتحصل وحصلت وهتفضل تحصل من يوم سيدنا آدم لما نزل الأرض وفيه جرائم بتحصل لكن إن يكون ده تفكير ناس عايشة وسطينا والله والله هو ده الخطر الحقيقي هو ده اللي هيخليني أروح لسانية الناس اللي اللي كتبت ده وتكلمت عن لبس الضحية وخاضت في شرفها نتيجة إيه الناس دول نتيجة الخطاب إياه اللي هو خطاب الجهل والتطرف واحتقار المرأة دول معقدين يا جماعة دي النفوس التعبانة دول مرادة يعرفوا على طول إنه هم مرادة الناس دول هم اللي أقولهم بقت أقول إيه نقصة تربية خلاص نقصة خطاب عائل حكيم مش خطاب بقى بيحرد على البنت كانت فيها وما انت شعرفك انت شعرفك انت شعرفك يا مرادة البنت تحت الأرض في التراب دلوقتي بسبب لبسها ما له لبسها ما تنزل الصورة يا عم تابر وريهم البنت محتشمة ازاي البنت دي بلبسها ده لو لبسها طرحة على رأسها ينفع لبسها حجاب وتخرج محجابة على فكرة احترموا نفسوكو بقى احترموا نفسوكو بقى عرفتونا كانت كل عرف ترجمة نانسي قنقر